يعيش اتفاق الرياض اليوم لحظات حرجة وسط اتهامات متبادلة بين الموقعين عليه بالعمل على إفشاله وبعد أكثر من شهر على توقيعه يبدو أن اتفاق الخامس من نوفمبر بات كرة فشل وورقة اتهامات يتراشقها الطرفان فيما بينهم للتحالل من استحقاقات الاتفاق بعد أن ضاع الموقف السعودي أمام تصدعات التي شابت تنفيذ البنود وانهيار الجدول الزمني المقرر لتنفيذها اتهام وزير الخارجية محمد الحضرمي للمجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية للاتفاق قاب له اتهام آخر من القياد في المجلس الانتقالي أحمد لملس الذي اتهم الحكومة بالتمرد على الاتفاق مهددا باتخاذ خطوات بديلة متمثلة بالتحالف مع من أسماها بالقوى الوطنية تهديد لملس بالمضي قدما باتجاه عقد تحالفات جديدة مع قوى تتشابه مع الانتقالي يجمعها الدعم الإماراتي والخصومة مع السلطة الشرعية فهمه مراقبون على أنه إشارة إلى نضوج فكرة التحالف مع قوات طارق صالح في الساحل الغربي وعلى هامش الاتهامات المتبادلة تتدافع موجات الفوضى في محيط عدن المضطرب أمنيا واقتصاديا مع جملة من الاخفاقات التي يشارك في صناعتها المجلس الانتقالي المبعوث الأممي مارتينغ ريفث كان قد حذر في وقت سابق من خطورة انهيار اتفاق الرياض مؤكدا أن انهيار الاتفاق سيمثل ضربة مدمرة لليمن حسب قوله مؤشرات كثيرة تؤكد موت الاتفاق في مهده ولا حلول مجدية في أفق الخلافات قد تعيد الروح للاتفاق خصوصا مع ارتفاع وطيرة التصعيد والتوتر الأمني في المحافظات التي تشكل تماسا بين قوات الحكومة الشرعية والانتقالي وفي ظل كل هذا يدور التساؤل عن موقف السعودية ودورها في العمل على فرض الاتفاق ورعاية تنفيذه حيث يبدو الآن وكأن الرياض قد تخلت عن موقع الميسر لتنفيذ الاتفاق واكتفت بالعمل الحتيف على استثمار الوضع الجيد الذي منح الاتفاق لترتيب مصالحها الخاصة فقط منتظرة الفائز النهائي من صراع الأضاد اليمنية لتتقاسم معه ما تبقى